أكثر من مائة وخمسين عائلة بحي دير العافية ببلدية بروبة تقطن هذه الغرف منذ ألف وتسعمائة وواحد وسبعين غرف ميزتها التشققات والتصدعات والرطوبة رغم ملفات السكن التي تم إداعها لكنها لم ترى النور إلى يومنا هذا عشرة في بيت وحدة ربيتهم فيها وكبرتهم فيها يجبوننا في حدوث بان تليملي أزمة السكن وذيق المكان أجبر العديد منهم إلى بناء غرف فوق بيوتهم المطالبة بتزديد كراء هذه الغرف صنع الحدث لدى السكان متسائلين عن مستحقات الكراء بعد انتظار تجاوز أربع وأربعين سنة سكان مركز عبور ديار العافية ببلدية بوروبا منذ السبعينات القرن الماضي وهم متمسكون بالرحيل من هذه الغرف التي لا تصلح للعيش وإلى أن تصل نداءات هؤلاء مسامع السلطات المعنية تبقى المعاناة عنوانهم الوحيد فهل يجيء اليوم الذي تنعم فيه هذه البراءة بحياة أفضل؟ ترجمة نانسي قنقر